وأظن أنه مهم أن يكون حديث القاهرة أو حديث القاهرة وغيرها من مدن مصر المحروصة هو محاولة الإجابة بيننا وبين أنفسنا قبل أن يكون يعني أو أن تكون إجابة مطروحة لأحد غيرنا هل إحنا فعلا مجتمع ديمقراطي؟ مصر المجتمع المصري هل هو مجتمع ديمقراطي؟ خد بالك السؤال مش إحنا هل إحنا دولة ديمقراطية ولا لا لأنه من الواضح الإجابة نظريا في طبقا للدستور وللقوانين إحنا دولة ديمقراطية لكن الديمقراطية عندنا تستيف ورق يعني ما تقدرش تقول إن إحنا وإنت مطمئن كده وبنرتاح البال والضمير إن إحنا دولة ديمقراطية الدولة نفسها بتاعتنا يعني مش يعني مش بتروج عن نفسها إنها دولة ديمقراطية لكن السؤال الأهم والأعمق والأكثر تطلبا للإجابة الصريحة والواضحة هل نحن مجتمع ديمقراطي؟ طبعا نحن مجتمع في أشد الحاجة إلى الديمقراطية لكن السؤال هل نحن مجتمع ديمقراطي؟ هل نؤمن بالديمقراطية؟ وهل نمارسها معا بينا وبين بعض؟ بين أطياف وأطراف المجتمع مع بعضها؟ وقوى المجتمع الحية مع بعضها؟ وفئات المجتمع وشرائح المجتمع؟ هل نحن ديمقراطيين؟ يعني نؤمن بحرية رأي والتعبير ونؤمن بحق الجميع في إبداء الرأي والتعبير على الرأي والاختلاف والاحتجاج والرفض والنقد والنقد بالضضب الدال؟ ولا إحنا لسنا كذلك؟ ده سؤال مهم المفروض إن إحنا نجاوب بنفسنا عن أنفسنا يعني لأنه المجتمع لو لا يطلب الديمقراطية أو لا يمارسها مش هتيجي ومش هتحضر ومش هتتحول من النصوص النظرية اللي موجودة في الدستور وفي القانون إلى واقع يومي حياتي معاشي مش هينفع لو إحنا مش مجتمع قادر على يعني اكتساب هذه الديمقراطية ويحول مشاعره وحسيسه وأفكاره إلى إيمان حقيقي بحقنا في الديمقراطية وانا عارف إن سمعة الديمقراطية سيئة شوية اليومين دول يعني خصوصا ما بعد 25 يناير والعالم كله نفسه بيطرح أسئلة تبدو غرائبية جدا إنها تطرح سنة 2021 الحقبة الثالثة في القرن التالي في الألفية الثالثة ناس بيكلموا عن هل الديمقراطية يعني شيء عظيم وصالح ولا خلاص نظام يتآكل وبقى فيه نزعة استبدادية في العالم كلام هذا مطروح في العالم كله لكن خليني فعلا يعني أتحول إلى المجتمع المصري وحاول أن نتكاشف معا بالحقيقة وندور على جزر الحكاية أنتوا فاكرين طبعا سيد عمر سليمان لما سئل مرة في أظن قناة سي أن أن حاول من قرابة عشرة أعوام أو يزيد أو يقل قليلا لا يزيد عن المجتمع المصري أو الشعب المصري يعني مهيئ للديمقراطية فأم قايل أنه طبعا بس هو امتى يعني اللي هو من حقه أنه يبقى فيه ديمقراطية لكن امتى تبقى فيه ديمقراطية هون 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 برضو سيد أحمد نظيف دكتور أحمد نظيف لما سئل بعد انتخابات نيابية يعني شهيرة في مصر في 2005 فقال لهم أنه المجتمع المصري غير ناضج لسه علشان يعمل الديمقراطية هو نقدر أقول لك أنه غير ناضج فعلا لكن هل معنى أو يعني أقبل أنك تقول بوجة النظر دي بالحق أي حد يقول يعني إنما ويقوله جيت نظر وفيه ناس بتتكلم على أصل المجتمع يبقى الديمقراطية زي مع نسبة أمية والناس تاني يقوله أصل يعني كل واحد له طريقته فيه توصيف الموقف لكن حتى لو سلمنا بيه آم أن المجتمع غير ناضج ديمقراطيا فده يستدعي تطبيق الديمقراطية فورا لأنه ما فيش ناضج نظري برضه يعني أصل إحنا نعملها على الورق وبعد يبقى لما ننضج إحنا مع بعض نبننفذها يعني مفيش كده لكن برضو مرة أخرى خليني أسأل السؤال من الأول شوي وهو هل عشنا يوما ما كمجتمع الديمقراطي في دولة ديمقراطية في مصر للزمن الديمقراطي الإجابة لا بس عشان مسألة بواضح مع مصر الحديثة ومع الوطنية المصرية مع بواكير ثورة تسعة عشر ألف سبع وتسعة عشر ومع حصول مصر على دستورها تلاتة وعشرين دستورة تسعة عشرين أقدر أقول أنه كان فيه فترات حقيقية لحرية الرأي والتعبير كان فيه فترات لبرالية اجتماعية يعني انفتاح اجتماعي على كل الأفكار والرؤى والعادات والتقاليد والأديان واحترم للأديان كلها وتعايش المصري مع كل جنسيات الأرض كان فيه كتاب جميل ترجمه المركز القومي للترجمه اسمه الكيلومتر الدهبي أو الكيلومتر الدهبي كيلومتر ألف متر في باب اللوق الكتاب ده عن ألف متر في باب اللوق كانت تضم الألف متر كان هيضم الكيلو ده أكتر من تلاتين جنسيات كل جنسيات الأرض تقريبا عايشين في مصر فترة تلاتينات والأربعينيات وشوية من الخمسينيات يمكن يمكن أول سنتين في الخمسينيات تقريبا في الفترة دي فترة مصر اللي هي والفترة الليبرالية الاجتماعية اللي بنقبل فيها اللي هو زي بفرج على أفلام كده الخواجة ياني اللي بيروح له يقعد عنده في الخمارة ولا في القهوة أو الست المويني اللي طول الوقت يتخانق نجيب الرحاني مع الجرام فيه في الفيلم الجريج على اليونان أو اليونانيين على الملطيين على الفرنسويين على الإيطاليين على الأيرلنديين على الأرمن على اليهود على المسلمين على المسيحيين على كل ولا جنسيات الأرض اشتركوا في القناة